أهلا بكم برج الحوت في القراءة العامة لشهر إبريل هنعمل إن شاء الله التوقعات العامة عن العاطفة العمل والمال الوضع الصحي والدراسي فأتمنى أن التوقعات تفيدكم إن شاء الله فطبعا يا برج الحوت لو حضرتك كنت أول مرة بتشوف الفيديو أتمنى أن أنت تدعمنا بلايك كمان لو حضرتك كنت جديد وأول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بإنك تعمل سبسكرايب كمان اللي لي أي أسئلة أو أي استفسرات تحت الفيديو هيلائي وسائل التواصل الموجودة فخلونا نبدأ مع بعض إن شاء الله هنا ده أنت يا برج الحوت الحبيب العمل والأموال والوضع الصحي والوضع الدراسي سوري وده الوضع الصحي وهنا كرت للنصيحة طاقتك العامة السكس أوف بنتيكلز أنا شايف أن أنت ممكن تكون مجتهد قوي في عملك أو كنت مجتهد في عملك في الفترة اللي فاتت كنت بتشتغل كتير جدا وهي يعني الحمد لله ممكن ربنا فتحها عليك أو جنيت سمار تعبك فإنت بتحاول إنك تعوض أشياء مدية كانت نقصة عندك أو أنت بتساعد ناس ممكن كمان تكون أنت بتساعد نفسك معنويا مش بس بالفلوس يعني ممكن من الناحية العاطفية يعني كان فيه خلاف ما بينك وما بين شخص بس الشخص ده شكله أذاك كتير جدا يعني فإنت خدت حقك منه إنت خدت حقك منه ومبتعد عنه تماما يعني يعني ممكن تكون أنت عملته بالمثل أو عملت فيه نفس اللي هو كان بيعمله فيك وخدت حقك منه وهو عارف إنه هو غلطان وعارف إنه هو أذاك كتير ولو إنت كنت عملت له شيء بلوك مثلا أو قلت له كلام أو عملت شيء زعله هو عارف إنه هو يستحق الشيء ده ويستحق أكتر منه كمان فهو بيرقبك جامد قوي الشخص ده ونفسه بيحبك قوي على فكرة وإنت كمان بتحبه ونفسه إنه هو يصلح الموقف ده بس هو مش عارف إزاي فعلى العموم دي الطاقة خلينا نشوف الإراية هتقول لنا إيه إنت شايف نفسك قوي على الشخص ده ممكن تكون يعني زي اللي بتعذبه أو بتربيه ممكن ممكن تكون إنت بتربيه ممكن تكون كمان إنت بتغيزه بحد تاني ممكن تكون إنت روح تكلمت حد تاني برضو عشان تغيزه مش شرط ممكن تكون إنت برضو ركزت في العمل بتاعك وحاولت إن إنت تكون شخص ناجح ومشهور ومحقق نجاحات كبير في حياتك وعندك إنجازات وانتصارات وبينتله بقى إن هو مش فارق معاك وإن أنت في نجاحات تانية في ناس تانية حواليك بيدعموك وبيحبوك وفي عندك نجاحات وحاجات تانية غيره وإن أنت تقدر تكون ناجح ومشهور والناس بتسقفلك من غيره بالزبط يعني وإنت مش محتاج دعمه يعني أنت حاولت تظهر له ده بإن أنت تكون ناجح في عملك وممكن كمان تكون أنت دخلت في علاقة عشان تغيزه بنسبة كبيرة يعني آه انت حاولت تضغيزه طيب هو بقى يعني حقيقة ما شعره إيه هو ندمان وقلبه مكسور قوي وزعلان جدا زعلان جدا شفت بيفكر كتير وندمان قوي بيحبك جدا على فكرة ندمان وبيفكر كتير ونفسه إن هو يطلح الموقف وإن أنتوا تقربوا من بعض وتبطلوا إن أنتوا تكونوا مبتعدين عن بعض ندمان ندمان على كل حاجة عملها يعني هو شكله برضو أزاج كتير وإنت عدت له كتير فهو بيندم على كل لحظة ما كانش فيها معاك وما كانش بيقدرك فيها ندمان جدا طيب خليني أخد كروت الملايكة بيقولك لت جو حاول إنك تنسى الموقف وتنسى اللي حصل ما تفكرش في الموقف تا كتير لأن أنت برضو جوك طاقة انتقامي يعني فحاول إنك تعدي الموقف وتسيب اللي راح راح وهنا بيقولك نوني توري ما فيش أي داعي للقلق فأنت سيب الموقف يمشي وما تقلقش يعني شفت بيقولك حاول إنك تكون سعيد ومبسوط لأنه هو ده الضوء الحقيقي شفت بيقولك الحاجات اللي انت بتركز عليها هي دي الحاجات اللي انت بتجذبها لنفسك سواء كانت حاجات إيجابية أو سلبية فحاول إن انت تعمل بأن انت تكون دايماً سعيد ومبسوط وما تجذبش لنفسك طاقة القلق وتفضل تفكر كتير جاست تخليك سعيد ومبسوط طيب علشان منكم كتير بيسألني عن خطوة وقال قادمة فخليني أسحب للك كرت أشوف هو بيفكر في إيه في الخطوة القادمة هو هيفضل يفكر فيك كتير قوي وبيشوف هيرجعلك إزاي هو عارف دماغه إن هو ممكن لو جي كلمك أنت مش هتبصله ومش هتعبره وإن انت في ناس جديدة بقى دخلت حياتك وإن انت محيطه من زاكرتك يعني ده اللي هو شايفه فهو بيحبك وندمان ونفسه إن هو يتواصل معاك بس هو شايف إن انت مشيت للأمام يعني لكن هو نفسه إنه يرجعلك مرة تانية لكن حاسس إن انت مش هتعبره ومش هتبصله يعني لكن على كل حال هو هيفضل ماشي في طريقك منتظر الفرصة المناسبة أو منتظر التوقيت المناسب يعني طيب بالنسبة للعمل أنا قلت إن انت ممكن تكون كنت بادئ بزنس أو كان فيه مكافأة عندك في العمل المهم إن انت فيه فلوس دخلت لك أو فيه فلوس هتدخل لك إن شاء الله نتيجة تعب أو حاجة أنت بالفعل عملتها كمان فيه عروض جديدة هتجي لك يعني أمورك العملية ما شاء الله يعني كويسة جدا والمادية كمان على الصعيد الدراسي أنا شايفكم متكسلين يعني متكسلين وفيه عندكم نوع من أنواع الحيرة برضو للي منكم بيدرس أونلاين ممكن يكون زهقان وعنده ملل فحاول إن انت يعني تكون مبسوط وتعيش روح المرح شوية وتجذب لنفسك الأشياء السعيدة وكمان بيقول لك ما فيش أي داعي للقلق فحاول إنك تكون مبسوط وما تخليش يعني الاكتئاب بيسيطر عليك من الناحية الصحية عندكم اكتئاب طبعا طبعا عندكم اكتئاب معرفش إيه سببه ممكن يكون بسبب الشخص ده برضو لأن حتى لو أنت محقق نجاحات وبتحاول تغيزه كده لكن ممكن يكون أنت في عقلك الباطن أو حتى الواعي الشخص ده في تفكيرك وانت زعلان برضو يعني ففي عندك اكتئاب احرص برضو من الجلوس لفترات طويلة ممكن تكون بتقعد لفترات طويلة ده هيسبب لك مشاكل في الظهر ومشاكل الركبة والمفاصل ومشاكل العين حاول برضو أنك تشرب سوايل كتير ويعني اتحرص من نزلات البرد المفاجئة طيب نصحتك بقى يا برج الحوت أنه أنت تكمل وتبص للأمام ولو كان في عندك مشاعر حنين تجاه الشخص ده ما تخليش مشاعر الحنين دي تسيطر عليك حاول أنك تتحكم في مشاعرك كويس قوي وحاول أنك تبتدي من أول وجديد في أشياء جديدة طبعا القرار يرجع لك والشخص ده عايز يتواصل معاك فلو أنت عايز تفتح له طريق أوكي عاوز أنك تبص للأمام وتكمل في حياتك المتاحين بالنسبة لك لكن من الأفضل أنك تكمل للأمام يعني هنا بيقول لك ترافل حاول أنك تطلع رحلة والرحلة دي هتخليك تغير تفكيرك بالشكل الإيجابي بس قوة تطلع الرحلة دي دلوقتي يعني محدش بيطلع من بيته دلوقتي لكن على الأقل حاول أنك تعايش نفسك في الطاقة دي من خلال التأمل والمديتاشن وتفتكر رحلة رحتها استفدت منها أو غيرت حاجات معينة في تفكيرك حاول تفتكر يعني لحظة زي كده هنا كمان بيقول لك حاول أن أنت تطلب من ربنا ومن الكون ومن الناس كمان أن هما يستعدوك في أن أنت تحصل على احتياجاتك وتحصل على ما تتمنع يعني طيب خليني بقى أقولكم الأبراج اللي ظهرت معايا في برج الميزان برج السرطان برج السرطان كمان مرة برج الجوزاء برج القوس برج الدلو برج السرطان تاني برج الحمل برج الحود زيك برج الميزان والدلو برج الدلو كمان مرة برج العزراء برج الجوزاء برج الجادي برج الأسد برج العقرب برج الأسد كمان مرة برج الميزان برج الدلو فده بالنسبة للقراءة العامة الطاقات عندي فيه نارية ومائية وهوائية نارية ومائية وهوائية وترابية كل الطاقات موجودة إيه هعمل دلوقتي قراءة المنفصلين واللي هما بقى منفصلين بطلاق أو من غير طلاق أو حتى منفصلين في علاقة من فترة طويلة أوي وعاوزين يعرفوا إذا كان هيكون فيه تواصل أو رجوع لهذا الشهر أو لا هعمل برضو قراءة للعزاب علشان أشوف هل يوجد حب جديد قادم في الطريق لهذا الشهر ولا لا فلو أنت مش هتتفرج معينا على باقي القراءات أتممنا أنك تدعمنا بلايك وتقول لنا رأيك في القراءة انطبقت معاك أو لا ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد إيه طبعا يهمني أن أنا أعرف رأيكم كمان اللي لي أي أسئلة أو أي استفسرات تحت الفيديو هيلائي وسائل التواصل موجودة فخلينا نشوف هل يوجد رجوع وتواصل للمنفصلين من برج الحوت هذا الشهر ولا لا بس تواصل روحي انتو ممكن كمان تكونوا عاملين لبعض بلوك زي ما قلت لك ممكن تكون انت العامل البلوك ده أو انت المبتعد يا برج الحوت والشخص ده بصراحة هيموت ويكلمك وبيرقبك يعني ونفسه ان هو يرجع لك بأي شكل لكن انتو التواصل اللي ما بينكو فقط روحي وممكن تكون انت اللي مش مساعده ان هو يرجع أو يعني مش فتح له الطريق ممكن تكون عامل له بلوك فلو انت عايزه يرجع لك مثلا حاول انك تشيل البلوك ده يعني حاول تظهر له أو تبين له بطريقة أو بأخرى ان انت مستعد للخطوة دي لكن هو عاوز يكلمك يعني طيب بالنسبة للعزداب خليني اشوف هل يوجد حب جديد قادم في الطريق لهذا الشهر ام لا في دماغك ممكن شخص من الماضية برج الحوت احتمال شخص انت كنت تعرفه من قبل كده ممكن هيجي لك برضو عرض جديد لكن انت في تفكيرك شخص من الماضي وممكن يعني ما تقبلش برضو الشخص الجديد ده بسبب تفكيرك في الشخص اللي من الماضي ده او ممكن هيجي لك شخص ويعرض عليك عرض صفر وانت مش هتبقى مفضل الموضوع ده وهتبقى متردد جدا يعني فبرضو القرار يرجع لك اذا كنت تقبل الشخص ده او لا بس احتمال تقبل يعني وهيكون فيه ان شاء الله الزواج ما بينكم احتمال يعني تحاول انك تفكر بشكل عملي وتقبل انك تسافر معي فاتمنى ان انت تدعمنا بلايك يا برج الحوت وتقول لنا رأيك في القراءة انطبقت معاك او لا ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد ايه طبعا يهمني ان انا نعرف رأيكم كمان اللي لي اي اسئلة او اي استفسرات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة بشكركم جدا يا برج الحوت وابتمنى لكم السعادة والحظ الموفق مع السلام